موسيقى مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في حلقة جديدة ولقاء يتجدد مع حضراتكم اسبوعيا وحلقة جديدة من برنامج عم العيال النهاردة يسعدني وشرفني أن يكون ضيفي في هذا اللقاء أخ وحبيب وزميل وصديق دايما بتعلم منه دايما الأدب والاحترام والأخلاق والتدين الصحيح أخوي وحبيبي الدكتور شهاب محمد نجيب أخصائي طب الأطفال وحديثي الولاد أهلا وحضر الله وبركاته نورتنا المرة تانية ويا رب دايما مستمر مع بعض إن شاء الله النهاردة طبعا بناء على أسئلة كتير جات لنا واتصالات كتير جات على رسائل الصفحة للدكتور شهاب من بر مصر على فكرة من خارج مصر ومن جوة مصر طلبين منه عنوين كتير يتكلم فيها الحمد لله ده يعني أن الحلقة ناس كتير بتستفاد منها وعلى الأقل هذا اللقاء يعني بنطلع فيه بمعلومة مفيدة من دكتور شهاب محمد نجيب أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة بالمنصورة السنبلوين برئين ده مركز عنوين مراكز الدكتور شهاب محمد نجيب المركز الأول في المنصورة السنبلوين برئين محافظة الده أهلية والمركز الثاني في المقاطعة أو أن نقول المنصورة سنبلوين المقاطعة صح كلا دكتور؟ وأي حد عايد نتواصل مع مراكز الدكتور شهاب العنوين والأرقام موجودة معاكم على الهواء دعم دايما بنقولها في هذا الإسبوع لا للتعصب في مباراة الأهلي والزمالك وخلوني الأول في البداية والسؤال ده أنا مجهزه من زمان عملين نقوله في العربية وإحنا جايين لكن خلوني يسأل الدكتور شهاب الأول دكتور بصراحة أهلاوة لزمالكاوي ده أهلاوي أهلاوة بس مش متعصب يعني الأهلي كسب يعني كويس جدا يعني لو معك كبير شيء ولا حاجة وأنت بتسمع معايا مثلا مش هتضربها فيه ولا كب لا لا خالص خالص تمام يعني لا تمام جدا توقعاتك إيه النهاردة لنهيك المباراة أولا أتمنى أن الناس كلها تبقى مبسوطة يعني سواء كان أهلاوية أو زمالكية بس أنا أتمنى يعني أن الأهلي أتوقع واحد صفر مثلا للأهلي أتوقع يعني لو أنا برضو أهلاو زي حضرتك يعني لو كسبنا واحد صفر تمام أنا اللي هعشيك النهاردة خلاص وأنا توقعاتي اتنين خلاص مع أن أنا مانليش في الكرة خالص أنا يوم ما وقفت جول يجاو فيها 18 جولفة ما شاء الله يعني طيب خلينا إن شاء الله بنتمنى الفوز سواء أهلي أو زمالك كلنا واحد وكلنا من دم واحد بنتمنى الفوز للجميع بإذن الله إن شاء الله حساسية الصدر عند الأطفال ونزلات البرد في الشتاء في الجو الصعب اللي احنا في ده الابن أول ما بيدخل لسريره يا دكتور تمام بتبص تلاقي فيه كحة مستمرة عنده والأم بتبقى خايفة على ابنها طبعا يعني غزبا عنها تقوم تعمله تغليله ينسون أو تجيب له نعناع تغلهله أو كده برضو مستمرة الكحة عنده ممكن تيجي بترشيح من المناخير أو كده لكن الأم ساعات مش بتكون عارفة دي إيه فخلنا الأول يا دكتور أسأل حضرتك يعني أول سؤال بخصوصا الطفل برضو مش بيبقى عايب في تنفس في الوقت ده والأم بتبقى يعني محصورة على ابنها ونفسها تسأل أي طبيب خلنا أول سؤال يا دكتور بقول هل فيه أكتر من نوع من الحساسية ويعني إيه في البداية كلمة حساسية تمام كده بسم الله مرحيم يعني أولا أنا أقول لحضرتك الأول إيه هي أنواع الحساسية ومنها هنعرف تعريف كلمة حسية أنا لو جبت لحضرتك يا أوز أحمد ووردة وقلت لحضرتك يعني شم الوردة دي فحضرتك هتشمها هتستمتع بريحتها الجميلة ده لأن جهاز المناعي بتاع حضرتك كشخص طبيعي هيرحب بيها والموضوع هيفود بسلام ولكن في الشخص الحساس جهاز المناعي بيعتبر الوردة دي عدو فيقوم يفرز أوصات كيميائية معينة لو أوصات الكيميائية دي بتنبه خلايا تانية الخلايا التانية دي تنبه خلايا تالتة الكلام ده كله بيقوم رايح مطلع لي حاجة اسمها مضادات المناعة أو مولدات المناعة الكلام ده كله لما بيحصل بيقوم رايح جاي ماسك في خلايا تانية اسمها المصطة أو القاعدية فالخلايا دي تقوم رايحة مفرقة بالضبط كأنه كنبلة وانفجرت على حسب مكان الانفجار ده بيعمل حسية يعني لو الانفجار ده حصل في الأنف تلاقي الطفل ده اللي هو رشح مستمر منخيره مقفولة عطسه مستمر عينه بددمع عمّال يدعك في منخيره ده كده حساسية أنف لو الانفجار ده في الجلد بتلاقي الجلد ده بيحمر الطفل بيبدأ يهرش فيه الطفل بيبدأ يطلع له حبيبات على الجلد ده اللي احنا بنقول عليه حسية جلدية أو إيجزيمة لو الانفجار ده في الصدر تلاقي الطفل ده بيكوح بيرشح سدره بيزيق ده حسسية الصدر تبقى فيه خرفاشة كده في الصدر؟ بالضبط بالضبط لو الانفجار ده في الجهاز الهضمي عندنا بتلاقي فيه إسهال مع مغس وساعات بيبن معاه كمان طفح جلدي فده حساسية الجهاز الهضمي أقدر أقول لحضرتك أن الحساسية مرض التهاب عام بيمسك الواحد من أول شعر راسه لعند رجليه ما بيسيبش حاجة تمام طب هل يا دكتور فيه أكتر نوع من الحساسية اللي ذكرناها دي إيه أكتر نوع في مصر الوقت منتشر عندنا هو الحقيقي أكتر نوع منتشر في مصر من حيث أن عليه اهتمام كتير وعليه الشدة سواء كان عشان خاطر هو تكلفة العلاج بتاعته غالية هو حساسية الصدر ولكن حساسية الانف هو أكثر انتشارا نسبة حساسية الصدر في مصر بتتروح من 10% لـ 12% من المجموع الكل الأطفال في سن المدرسة بتلاقي أن حساسية الانف عندهم من 12% لـ 15% حضركة تقولي طيب إش معنى حساسية الانف دي مش متشخصة بصورة أكتر ونسبتها مش أعلى لأن بكل بساطة الطفل ده في رشح فالأم تقولي إيه والله ده دور برد عادي وبتعتبره أدوار برد عادية أو تقليدية فعشان كده حسية الانف مش متشخصة أو ولو جينا أن احنا ندور وراء الكلام ده بنلاقي حسية الانف بتكون أكتر من حسية الصدر إزاي دكتور بنقدر نشخص موضوع الحساسية ده؟ تمام كده هو الحقيقة تشخيص الحساسية يعني له وسائل كتير جدا ولكن أهم تشخيص في الموضوع هو أن أنا أسمع لشكوى الأم 80% من أمراض الحساسية بتتشخص عن طريق السيناريو اللي بيكون ما بيني وما بين الأم بمعنى إيه؟ الأم تقولي والله الطفل ده بيكح طول الليل صدره بيزيق الكحة مخليها مش قادر ينام خالص فده كده بيقولي بصورة واضحة جدا أن دي كده حسية صدر حتى لو الطفل ده صدره ما بيزيقش الأم تقولي والله ده الولد ده كل محميه يجروا دور برد تقولي والله الولد ده مجرد ما يخرج في الهوى أو يجري شوية صدره بيقفل عليه والكحة بتمسكه ده استبيان واضح ليا جدا أن دي كده حسية صدر الأم ممكن تقولي إيه؟ ده الولد ده مناخيره دايما مقفولة بيرشح صيف وشتة مش قادر ياخد نفسه ده كده بيقولي أن أنا عندي حساسية أنف أو تقولي إيه؟ ده الولد ده عنده حسية جلدية إجزيمة أو تقولي ده فيه حد في العيلة خاله جده عميته مش عارف إيه حد من أقارب الدرجة الأولى عنده حساسية صدر الكلام ده كله يقولي والله إن أنا بعتمد على السيناريو اللي بيحصل مبيني ومبيني الأم إن أكتر من 80% من حساسية الصدر أو أي حسية عموما بتتشخص عن طريق السيناريو اللي بيدور مبيني ومبيني الأم لو قلنا حساسية الصدر أو يعني أي نوع من أنواع الحسية اللي تم ذكرها ده هل في علاقة بتربط مبين النوع ده والنوع ده والنوع ده تمام أنا هقول لحضرتك إحنا بناعتبر الحسية دي بالضبط عاملة زي السلالم بمعنى إيه سلمة بتسلم سلمة طفل عنده حسية جلدية شوية جات له حسية أنف شوية جات له حسية صدر فبنقول عليها بكل وضوح سلالم الحسية فيه دكتور ممكن الأم تروح له فيشخصا على كيفه أو على مزاجه زي ما بنقول بالبلد يعني تمام يعني قلت إننا لازم نسمع الأهل كويس طبعا طبعا لازم نسمع الأهل كويس لأن سمع شكوى الأهل ده ده بتشخص زي ما قلت لحضرتك 80% من أمراض الحسية عايز أقول لحضرتك إن طفل الحسية الصدرية ده بيقدر يعيش حياته بشكله طبيعي جدا جدا طالما إحنا بندي الأدوية والعلاج المناسب للسيطرة على الكلام ده عايز أقول للطفل اللي عنده حسية صدر ما تخافش عايز أقول للأهل اللي عندهم طفل عنده حسية صدر ما تخافوش أمثلة كتير جدا إن مثلا بطلة السباحة 200 متر عنده حسية صدر بمناسبة إن المتش النهاردة فيه لعيبة كتير مشهورين عندهم حسية صدر ومع ذلك عايشين حياتهم بشكل طبيعي جدا لا لأنهم ماشيين على العلاج المناسب والأدوية المناسبة المسيطرة على الكلام ده فبنقول إن مع العلاج والأدوية المناسبة بتلاقي إن حسية صدر دي بيسيطر عليها تماما أقول لحضرتك حاجة كمان أغرب إن هم وجدوا بالأبحاث إن الأطفال اللي عندهم حسية صدر نسبة الزكاء عندهم أو معدلات الزكاء عندهم بتكون أعلى بكتير من الأطفال اللي ما عندهمش عسية طيب فيه سؤال يا دكتور أنا شخصيا يعني عايزة أعرفه البخاخات اللي دايماً الدكتور بيصرفها للمريض هل فيه تخوف من الموضوع ده؟ طيب أنا هقول لحضرتك أولاً حتة البخاخات ناس كتير جداً الحقيقة بتبقى متخوفة مجرد ما أقول للأهل أنا هصرف للطفل بخاخة يقول لي لا لا خلاص إحنا اللي هو موضوع البخاخات ده إحنا قلقانين منه أقول لحضرتك أن البخاخات مفيش فيها تعود البخاخات ملهاش تقريباً أي أصار جانبية وأن الأصار الوحيد اللي موجود أنه ممكن يحصل فطريات على اللسان بسبب الكورتزونات اللي بتبقى موجودة في البخاخ وأن هي دي حجر الأساس في علاج الحسسية حل الموضوع بكل ببساطة أن الطفل بيتمنمط بشوية مية أو يشرب شوية مية بيتلاقي تماماً الموضوع ده اختفى ملهاش تأثير يا دكتور في الأكل أو الشرب خالص 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 تماماً طيب ممكن يعني أحد المشاهدين يسألنا يقول إزاي نقدر نستخدم البخاخة ده صح؟ هقول لحضرتك هو طبعاً يعني السؤال ده هو الحقيقة أنا شايفه أهم السؤال لأن فيه حتى دكتورة لما بتوصل بخاخات للطفل ما بتقولش الأهل أو إزاي يستخدموا البخاخة دي والطفل الحقيقة ما ببقاش عارف يستخدمها الحقيقة البخاخة لو طفل أكبر من 6 سنين بيكون متعاون معي شوية بمعنى إيه؟ إنه إحنا أول حاجة بنرج البخاخة دي كويس الحاجة التانية بنشيل الغطى بتاعها بعد كده نرجع لغارة شوية بظهرنا كده ناخد نفس عميق نستنشك البخاخة كويس جداً نحاول نكتم النفس وبعد كده اللي هو بنطلع الزفير ده براحة كده إحنا استفدنا من البخاخة كويس جداً طيب حد هيقولي طيب لو طفل صغير شوية هنعمل إيه؟ الحقيقة في حاجة اسمها سبيسر أو إيرتشامبر ده إحنا بنركب فيها البخاخة ليها مصك بيتحط على فم الطفل طفل صغير مش هقبر أن أنا أقوله اللي هو خد نفس لجوه والكلام ده لأ ببساطة خالص هخليه يلعب شوية خليه يجري شوية فبالتالي هيبقى شاهيك زفير بصرعة شوية هنقوم راحين عاملين البخاخة راجينها كويس وعملينها في قلب السبيسر أو الجهاز ده الطفل طبعاً لما ياخد نفس جامد لأنه بينهج هيستفيد من البخاخة لدرجة أن الأم تقولي إيه؟ طيب ما إحنا خدنا البخاخة وخلصناها خلال يومين ومع ذلك الطفل مرتاحش لأنه حضرتك ببساطة ما استخدمتهاش صح فبالتالي إحنا بنقول استخدام البخاخة سواء البخاخة قصيرة المدى أو البخاخة طويلة المدى اللي إحنا بنستخدمها كوقاية مهم جداً نستخدمها صح كمان فيه أنواع من البخاخات بتبقى اللي هو عبارة عن بودرة أو بتبقى نظام كابسولة فدي مفيش فيها مشكلة تماماً لو طفل كبير حصل معايا دكتور وأنا ما عرفتش استخدمها أصلاً آه بالضبط فإزا ما بقول له حضرتك كده الفكرة بس في البخاخات اللي لازم يكون فيها تنصيق ما بين عملية الشفط والبخ لو إحنا استخدمناها صح بتجيب نتيجة كويسة جداً وهيلة جداً ما هي المؤثرات الخارجية التي تؤثر على الحساسية وفعلياتها طيب أنا هقول له حضرتك هو موضوع المؤثرات الخارجية دي الحقيقة كتير جداً جداً يعني ولازم الناس تبعارفة أن 50% من قوة العلاج للطفل اللي بيبع عنده حسية صدرية بتضيع لو فيه مؤثرات خارجية زي اللي احنا نقولها لحضرتك دلوقتي أول حاجة مثلاً موضوع التدخين التدخين ده بيضيع 50% من قوة العلاج اللي أنا بستخدمه للطفل اللي عنده حسية صدر البخور البرفنات الأتربة الناس اللي دايماً اللي هو عندهم موضوع البرفنات ده بصورة أو بشكل كبير طبعاً ده كل ده يأثر على الحسية عند الطفل الأمر الثاني طفل عنده حسية صدر جاله شوية برد الأم تجري على الصادلية عشان خاطر عايزة تجيب دوة للطفل ده عشان خاطر شوية البرد تقوم رايحة هي جايباله دوة للأسف بيخلي الموضوع يسوق أكتر وصدر الطفل ده يسوق أكتر بالضبط زي الأدوية اللي بيبع فيها مثلاً سودو أفدرين أو بيبع فيها كولورو فنرامين الأدوية دي الحقيقة زي الكونجستال والساينب والوان تو ثري الحقيقة الكلام ده ما ينفعشه مع الطفل ده طفل عنده حسية صدر وسخن ما ينفعش أنه نقديله أي دول السخنية وخلاص مثلاً زي البوس دولفن أو زي اللي هو الكاتفلاي شراب الكلام ده بيخلي الحسية تسوق أكتر طفل عنده ارتجاع بالمريء عمال يرجع على طول سدره بيزيع أعالج الأول ارتجاع بتاع المريء اللي عنده عشان بعد كده أعالج حسية الصدر ويستفيد مني في الألاج اللي أنا هدهوله طفل عنده حسية أنف وكمان عنده حسية صدر لأ لازم أعالج حسية الأنف الأول لأن الإفرازات الكتير اللي بتنزل دي دي بتخلي حسية الصدر تسوق أكتر فلازم أعالج الكلام ده بنقول أنه إحنا لازم نسيطر على الكلام ده ونحطه في الحزبان ساعتها علاج حسية الصدر هيجيب نتيجة بشكل قوي وفعال جداً هل في يا دكتور يعني حاجات معاينة نعملها كوقاية للطفل من المؤثرات الخارجية دي؟ طيب أنا أقول لحضرتك مبدئياً إحنا زي ما قلنا إن في مؤثرات خارجية بتخلي الطفل ده حسية عنده بتكون بزيادة شوية إذن الوقاية من الكلام ده نحن نبدأ عن الكلام ده بمعنى إيه؟ بقول لحضرتك يا ريد ما تكنسيش جنب الولد ده ما يباش فيه أتربة دايماً خالص جنبه الأتربة ممكن تعمل مشكلة معاناً طبعاً ما تنفضيش جنبه سجادة حضرتك لو بتقلي حاجة في المطبخ فيها زيوت عندنا دباديب مثلاً اللعب بتاعة الأطفال دي فيها فرو أو اللبس بتاع الأطفال ده فيه فرو الكلام ده بيخلي حسية الصدر تسوق أكتر نبعد عن الكلام ده كله بنقول للأب بعد إذن حضرتك ما تدخنش في البيت خالص وبعد ما تدخن يا ريت تطمضمت كويس لأن حتى هدومك اللي بيب فيها ريحة الدخان دي مجرد ما أنت تشير الطفل وتمسكه بالضبط بتخلي حسية الصدر عنده تستصار أكتر فالطفل يفضل يكحي بزيادة فليبعد عن الكلام ده خالص طيب يمكن نقولي أن الكلام الأخير ده نصيحة لكل أم في البيت أنها تراعي الحاجات اللي الدكتور شهاب محمد نجيب قال عليها بالضغط عشان يعني نضمن السلامة وحفاظاً على أطفالنا لأن الطفل بيبقى حاجة صعبة جداً عند الأم أو عند الأب بالضبط لما يكون في الساعات المتاخرة من الليل وما يلقوش دكتور بقى يقدروا يسألوه أو كده يعني دا حي إحنا يعتبر خلصنا موضوع الحسية وعايزين دا لا هو أنا بس بعد يزن حركة وزاحمد اتفاضل فيه نقطتين مهمين جداً أنا حابب أتكلم فيهم على موضوع الحسية طب الحقيقة أنا عايز أن أنا أشخص الحسية دي طبعاً كده زي ما قلت لحضرتك أن أكتر حاجة أو أكتر من 80% من الحاجات اللي بتخلينا أشخص الحسية ده هي أن أنا بسمع للأهل وبسمع لشاك والأم كويس فساعتها أقدر أشخص الحسية ودي مهمة جداً فيه وسائل تانية للأسف فيه بعض الناس كتير بتنساها أن أنا لازم أستخدمها عشان خاطر أن أنا أتبى وسائل مساعدة لها أن أنا شخص حسية بمعنى إيه إحنا ممكن نعمل ببساطة أشعة عادية على الصدر أمر بسيط جداً مش مكلف ولكن لغاية في الأهمية طفل بيجيلي عنده تزيئة على صدره عمال يكوح باستمرار أم تقولي والله إذا إحنا خدنا علاجات كتير وكمان ماشي على بخخات ومع ذلك العلاج مش جايب نتيجة والأهل مش عارفين خالص اللي هو مثلاً شرقان في إشراية سوداني شرقان في إشراية تيرمس شرقان في أستيكة ألم عايز أقول لك أن التزيئة اللي على صدره دي مش هتروح إلا لما منخش بالمنظر نشي الحاجة دي ساعتها حسية الصدر دي أو التزيئة اللي على صدر دي بتختفي تماماً في بعض الحاجات التانية اللي بتساعدنا كمان إن إحنا نقدر نشخص حسية الصدر زي إن إحنا بندور على الأجسام المضادة في الدم عند الطفل ده كمان فيه اختبارات جلدية بنعملها للطفل ده علشان نشوف إيه أسباب استصار الطفل ده أو الحاجات اللي بتخلي الطفل ده يكون عنده تحسس عن طريق الجلد فيه حاجات الحقيقة أكتر تخصصية شوية وأكفر دقة شوية وعايزة حد يكون متخصص إن إحنا بندور أو بنئيس عدد الخلايا الحمضية في البصاق بتاع الطفل ده وكمان بنئيس حاجة اسمها اللي هو أكسيد النيترايك أو نايترد أوكسايد فيه الزفير بتاع الطفل ده ولكن دي حاجات الحقيقة بتكون متخصصة شوية فيه كمان بالمناسبة عزو أحمد بنئيس حاجة اسمها القدرة التنفسية عند الطفل ده ده معنى إيه؟ جهاز الطفل بيكون قاعد بينفخ في الجهاز ده بقوة لو الجهاز ده بيديني رقم بيقول لي والله القدرة التنفسية ده عند الطفل قد إيه بالزبط؟ بمعنى بيديني رقم في الآخر لو فوق 80% الطفل ده نورمال طبيعي ما عندهش أي مشكلة خالص لو من 60% لـ 80% الطفل ده عنده حساسية صدر متوسطة أقل من 60% الطفل ده عنده حساسية صدر شديدة عشان ما نتوشي من بعض أكتر حاجة وأول حاجة بتفيد نجامد في تشخيص الحساسية أنه لازم أسمع للأهل الأمور التانية زي ما قلت لحضرتك أنه نحن ندور على الأجسام المضادة في الدم أو أنه نعمل أشياء عادية على الصدر أو الكلام ده ولكن يتبقى أن السيناريو المبيني وما بين الأهل هو أكتر حاجة بتساعدني في التشخيص الأمر التاني برضو عشان خاطر ما ننسهوش تماما عايزة عالج الحساسية دي علاج الحساسية الحقيقة لازم نكون عارفين أنه عامل بالضبط زي إيه؟ زي بالضبط الكرسي الكرسي ده له أربع رجلين لو إحنا فيه رجل منهم مش موجودة مش نعرف نقعد على الكرسي ده تمام كده حضرتك؟ صحيح الرجل الأولينية بنقول عليها الأدوية أو العلاج الرجل التانية بنقول عليها المتابعة الرجل التالتة بنقول عليها الوقاية الرجل الرابعة بنقول عليها التثقيف سواء للأهل أو للمريض بمعنى إيه الكلام ده ياوز أحمد؟ لو مسكنا الأدوية أو العلاج الحقيقة فيه نوعين من الأدوية بنستخدمهم في علاج حسيط الصدر عند الأطفال أول حاجة أن احنا عندنا نوع اسمه قصير المدى أو قصير المفعول وده نوع من البخخات بنستخدمها لما يكون فيه شعبة من الشعب الهوية دي المقفولة عايزين نفتحها بنفتحها عن طريق البخخات قصيرة المدى أو قصيرة المفعول دهيا وده بنقول عليها علاج وقتي أو إنقاذي للطفل ده دلوقتي حالا فيه نوع تاني من العلاج الحقيقة اسمه علاج وقائي طويل المدى وده بيعتمد على مضادات الالتهابات اللي احنا قلنا في الأول أن الحساسية ده مرض التهابي فلازم أننا نستخدم حاجات مضادة للالتهابات اللي هي البخخات اللي فيها كورتيوزونات وده الحقيقة الحجر الأساسي أو الكورنرستون بالنسبة لي في علاج حسيت الصدر عند الأطفال لو أنا استخدمت الحاجتين ده هما اللي هو سواء البخخات قصيرة المدى أو سواء البخخات طويلة المدى البخخات طويلة المدى كمان اللي فيها الكورتيونات أو مضادات الالتهابات مؤخرا في السنوات الأخيرة بدأوا يحطوا عليها كمان موسعات للشعب الهوية طويلة المدى أو المفعول بمعنى إيه؟ الطفل ده دلوقتي صدره بيزيق باستخدم البخخة اللي هي اسمها وقتي أو إنقاذي طب أنا مش عايز الطفل ده كل شوية يكح مني فباستخدم له البخخة الوقائية طويلة المفعول أو طويلة المدى البخخة الواحدة مثلا بيتكفيه 12 ساعة يفضل 12 ساعة ما يكحش فبالتالي لما احنا نحط الكلام ده في الحزبان الحقيقة الطفل ده ما بيتكررش عليه الأزمات كتير الأمر الثاني لابد من المتابعة بمعنى إيه؟ أنا دلوقتي وصفت للطفل ده علاج اللي هو البخخات بتاعت السدر مثلا أنا مش عارف البخخات دي جابت نتيجة أو ما جابتش غير لما أنا أتابع الطفل بمعنى لقيت الطفل ده والله يتحسن معايا خلاص أنا هنزل درجة بالعلاج بتاعي اللي احنا بنقول عليها استبدون بننزل خطوة تحت شوية لقيت الولد ده ما تحسنش أزود في العلاج بعمل حاجة اسمها step up المتابعة دي الحقيقة بتفرق معايا جدا الأمر الأهم تفقيف الأهل لازم يكون الأهل فاهمين وعارفين كواس جدا إن الموضوع مش مجرد أن أنا وصفت للطفل بخخة وخلاص لازم الأهل يكونوا عارفين إن المؤسرات الخارجية اللي احنا ذكرناها من شوية زي التدخين مثلا دي بتؤثر سلبا على العلاج بتاعي بتضيع 50% من قوة العلاج اللي أنا استخدمته للطفل ده نقطة مهمة وأخيرة في موضوع الحسي الطفل ده هو الحقيقة بيروح المدرسة أولا الطالب في المدرسة الفصل مزدحم المدرسة متكدسة أي طفل عنده شوية برد ده كده دور فيروسي انتشار الدور الفيروسي ده بيكون سريع جدا فبالتالي بيثير حساسية الصدر عند الطفل ده وجود الأتربة اللي موجودة في الفصل ده الفصل ده ما تنظفش وما تكنسش كويس الأتربة اللي موجودة أو حشرة الفراش أو الفطريات الهوائية اللي موجودة بقطرة حولينا والطفل ده قاعد في مكان مغلق من 6 إلى 8 ساعات فبالتالي بتثير حساسية الصدر كمان عنده عشان كده بنقول لابد من التهوية الجيدة جدا الأمر الثالث الطفل ده عمال يتشاء بيجري في المدرسة بيجي تيجي الفصحة عمال يجري ويلعبه بتاع يجي بقى سدر ويقزم عليه مش قادر ان هو ياخد نفسه لدرجة ان الطفل اللي بيكون عنده أعراض الحساسية دهيا الأهل ما بيلاحظوش تماما أي أعراض الحساسية في البيت لأنه ما بيجريش ما بتشقاش في البيت قوي زي ما بتشقق في المدرسة يجي المدرس يقول للأهل ابنكم دايما كسلان دايما ساكت لا هو الحقيقة مش كسلان هو الطفل تعبان مش قادر ياخد نفسه حاجة تانية الأم تقول الولد ده بيكح بالليل فبتعتبرها دور برد عادي وعدة بسلام لا الحقيقة ده مش دور برد ده الحقيقة حسية صدرة حضرتك لازم تهتم بيه نقدر نقول ان فيه مشكلتين كبار جدا المشكلة الأولية أنا بقابل على فكرة أطفال عندهم 11 سنة و 12 سنة بيدخنوا الطم الأكبر ان تلاقي الأب بيشايش في البيت مشكلة كبيرة جدا فلازم نبقى عارفين طبعا الطفل اللي بيبقى ماشي على علاج متخص الحسية دي زي ما قلنا 50% من قوة العلاج بتضيع تماما لما بيكون فيه مؤثرات خارجية حولينا أنا بشكر حضرتك يا دكتور شهاب كنا عايزين وقت كمان بس للأسف الوقت بيقتلنا في الأداء عشان نقول للناس برضو اللي بيتابعونا انتظرونا إن شاء الله في الحلقة الجاية هنتكلم كمان عن أدوار البرد في الشتاء عند رفول ده يعني موضوع مهم جدا وناس طلبيته كتير على الصفحة وطلبيته كتير عبر الاتصالات ووسائل التواصل يعني على الصفحة بتاعتنا أنا بشكر حضرتك يا دكتور شهاب شكر ليك يا زحمد شرفتني ونورتني الله يخليني وإن شاء الله توقعك يبقى صحيح ولو أني بقول أنا حاس أنه هيقلبه اتنين ويعني وعدني أن أنت تبقى مستمر معنا وما تحرمش جمهورك الحبيب من حضرتك ربنا يصر الأمور يا رب الله يكرمك شكرا يا دكتور شهاب شكر جدا طيب قبل ما أنهي معاكم اللقاء مع دكتور شهاب محمد نجيب أخي الصائي طب الأطفال وحديثي الولادة يعني هاتكلم بس يعني رسالة شكر من اتنين عزاز عليها قوي يمكن هم رعاية هذا البرنامج يعني باسم أخويا وحبيبي وصديق العمر طبعا وشريكي في الشركة المحاسب عثمان جمال كلوب اللي كان مرشح نفسه عن دائرة كفر سقر أولاد سقر وفقوس يعني خاض المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب 2020 ويعني لم يحلفه الحظ لكن هو يعجز عن الشكر والتقدير لأهل بلده سواء من فقوس من كفر سقر من أولاد سقر رسالة شكر وتقدير كأنا مني أنا كمسؤول إعلامي نيابة أو على لسان المحاسب عثمان كلوب لأهل البلد الكرام وبيتمنى التوفيق لكل المرشحين دلوقتي سواء الدكتور صدح منصور أو الأستاذ صلاح شريبة يعني بنتمنى التوفيق نيابة عنه للجميع إن شاء الله كمان شهادة حب والفان وتقدير لأخويا وحبيبي المستشار هشام سعيد الجاهل عن دائرة المحمودية ورشيد بمحافظة البحيرة ألف مليون مبروك على نجاحه الساحق الحقيقة في انتخابات مجلس النواب ومبروك على أهل رشيد والمحمودية في محافظة البحيرة مبروك عليكم المستشار الأستاذ هشام سعيد الجاهل وباسم الأستاذ رز عبدالجليل يتمنى دايما التوفيق والنجاح المستمر خليكم معنا هيكون معايا بعد الفاصل الأستاذ حسن زكي شريك ومدير شركة السفقات الرابحة للأعمال الدولية وهنتكلم عن إطلاقة مبادرة من أجل مصر أو صنع في مصر معنا بعد الفاصل إن شاء الله ابقوا معنا